السلام عليكم وصفتنا النهاردة هي طريقة عمل الارنبيط الارنبيط المقلي بالخلطة الجبارة وهنعرف فيها ازاي ان احنا نعمل الارنبيط يكون مقرمش من بره وطري من جوه وكمان ما يشربش اي زيت خالص مننا اول حاجة هنجيب الارنبيطة ونشيل العروق الخضرة دي منها هنشيلها باستكينة بالشكل ده بعد كده هنقطع الارنبيطة لقطع كل قطعة من القطع الارنبيط بنقطعها الوحديها بالشكل ده لو كبيرة بنقسمها نصين ولو صغيرة بنسبها زي ما هي بعد ما نقطع الارنبيط هنحطه في حلة وياريت الكطع الكبيرة تبقى تحت والقطع الصغيرة تبقى فوق وهنضيف ميا نغطي بها الارنبيط ميا عادية خالص من الحنفية وهنضيف على الميا دي شوية لبن حوالي ربع كباية لبن واللبن عشان اللون الارنبيط يكون ابيض يعني بعد ما بيبسلق بنلاقيه فاتح جدا ونصع البياض جدا ونضيف كمان نص معلقة صغيرة كمون وده عشان الانتفاخ ومعلقة صغيرة ملح ونحاول نقلب الملح واللبن والكمون في الميا كده بالشكل ده بعد كده نغطي الحلة ونحط الارنبيط على النار يتسلق كده الارنبيط تتسلق بالشكل ده وبقى طري بس مش طري جدا يعني طري شوية صغيرين مجرد ما ندخل فيه سكينة او شوكة بتدخل بسهولة بس طبعا ما يكونش مهري وتاخدوا بالكم من النقطة دي لان الارنبيط بيكمل سوا في الزيت وكمان عشان ما يتهريش واحنا بنعمله بعد كده نشيل الارنبيط من المياه ونحطه في مصفه نصفيه من المياه وكمان يبرد ممكن نبرده بمياه سقع بس الخطوة دي مش مهمة ممكن نسيبه يبرد لوحده كده في المصفه واحنا مش عايزينه بارد قوي يعني ممكن يكون دافي نستعمله ونقليه عادي وهو دافي كده بعد كده معانا بيضه في طبق هنحط عليها كوباية لبن او كوباية حليب وكمان كوباية مياه وكمان هنضيف نص معلقة صغيرة بيكنج بودر وكمان معلقتين كبار نشا والنشا دي عشان الارنبيط يكون مقرمش دلوقتي هنضيف التوابل معانا نص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة كمون وكمان نص معلقة صغيرة بابريكا وربع معلقة صغيرة شطة ونص معلقة صغيرة كركم وكمان معانا معلقة صغيرة توم مهروس او فصين توم مهروسين هنقلب الحاجات دي كده مع بعض نقلبهم كويس يعني نخلطهم كويس مع بعض بمعلقة او بشوكة وممكن بمضرب البيض اليدوي وبعد ما نقلب المكونات دي مع بعض كويس هنضيف عليهم كبايتين دقيقة بعد كده هنقلب المكونات دي كلها مع بعض نقلبها بشوكة او بمضرب البيض نقلبهم كويس جدا عشان الدقيقة يختلط مع المكونات دي كويس جدا العجينة بتكون تقيلة تشبه كتير عجينة الكيك عشان تمسك في القرنبيض كويس اخر اضافة خالص هي الخضرة انا هنا معي انص حزمة بقدونس ونص حزمة كسبرة ممكن لو حابين تحطوا شبت هنقلب الخضرة في العجينة كويس بعد كده ننزل الارنبيض في العجينة بعد كده نحط الارنبيض في العجينة ونغلفه بالعجينة العجينة دي عندي تقيلة عشان كده هتمسك في القرنبيض كويس لازم قطعة الارنبيض تكون متغلفة كويس بالعجينة والعجينة ما تسقطش منها عشان ما تتحط وتتقلي في الزيت تكون متغلفة بالعجينة بتكون بالشكل ده شايفين العجينة مغلفة قطعة الارنبيض كويس جدا وما بتنزلش منها بالشكل ده دلوقتي هنلل الارنبيض معانا الزيت ده سخن بعد ما بيسخن بنوط النار يعني النار بتكون متوسطة وبشوكة كده بنمسك قطعة الارنبيض بالشكل ده ننزلها في العجينة كمان مرة بعد كده ناخدها بالشوكة وننزلها في الزيت على طول ويا ريت ما نحطش في الزيت قرنبيض كتير عشان يكون سهل في التقليب وكمان ما يتريش واحنا بنقلبه وطبعا بنقلب الارنبيض على الجهة التانية عشان يتحمر من جميع الجهات وزي ما قلتلكم لازم نسخن الزيت كويس قبل ما نحط الارنبيض فيه وبعد ما الزيت يسخن بنوطي النار شوية يعني النار بتكون متوسطة قبل ما نحط الارنبيض فيه وبالشكل ده الارنبيض ما بيشربش اي زيت خالص وكمان بيكون مقرمش من بره وطاري من جوه اول ما الارنبيض يوصل للون ده بنخرجه من الزيت على طول لون الارنبيض بيكون دهبي غامق شوية وطبعا لا اما تخرجوه على ورق مطبخ لا اما تخرجوه على مصفى عشان يصفي اي زيت باقي فيه اتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وبالهنى والشفة مقدما وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة